تحتفي جامعة الدول العربية بمرور 79 عاما على إنشائها الذي جاء في 22 من مارس من عام 1945 ويجري الاحتفاء بهذا العام تحت شعار ثابات على المبادئ وطموح متجدد 70 عاما من العطاء والعمل الدؤوب لجامعة الدول العربية التي تحتفي في 22 من مارس من كل عام بذكرى إنشائها عام 1945 ويؤكد شعار هذا العام ثبات على المبادئ وطموح متجدد على نهج جامعة الدول العربية القائمة على احترام المبادئ والمعايير خاصة ما يتعلق بتوثيق علاقات التعاون بين الدول الأعضاء والمحافظة على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها ومواجهة مختلف التحديات ولهذا تحرص مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم على دعم كافة المساعي التي تقوم بها جامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وهو ما أكده جلالته بأن ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة تستوجب التشاور والتنسيق المتواصل بهدف توحيد المواقف والتغلب على كافة التحديات وتأتي مشاركات جلالة ملك البلاد المعظم في أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية تأكيدا على دعم مملكة البحرين الدائم لهذه المنظومة العريقة لتواصل دورها في خدمة القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي وفي إطار دورها في تعزيز منظومة العمل المشترك تستعد مملكة البحرين لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين من أجل العمل على تعزيز التكامل والتنسيق وبحث القضايا المصيرية التي تهم كل الدول هذا وتواصل جامعة الدول العربية القيام بأدوارها المتعددة في خدمة مختلف الجوانب الهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية والأمن والازدهار للشعوب العربية مع الاستمرار في تفعيل وأطلاق شراكات للحوار والتعاون مع عدد من الدول الكبرى والمنظمات الدولية لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها ترجمة نانسي قنقر